بكل سنة شركة هواوي بتطرح الجهاز وبتطرح أونر جهاز شبيه نفسه بعد فترة أسبوع أو عشر تيام من طرح الجهاز الأول لشركة هواوي فدائما فيك جهازين يبيشبهوا بعض والناس بتحتار بيناتهم بين أونر وبين هواوي هنين تناتهم كانوا شركتين تابعين لهواوي لكن حاليا نفصل وصارت أونر لحالها اشترتها شركة تانية وهواوي لحالها بعد الضغط والعقوبات الأمريكية صارتها شركة هواوي اليوم مقاررتنا على جهاز Y7A وجهاز أونر 10X Lite بعد ما نزلت مراجعتين للجهازين الناس كتير سألتني أي أفضل الونر 10X Lite ولا الهواوي Y7A بهذا الفيديو رح وضح لكم أي جهاز أفضل وشو المميزات وشو العيوب لكل الجهازين لها سبب هذا تابعوا معنا لنهاية الفيديو وخلونا نبلغ سوا نبتدي مع التصميم والديزاين وشكل كونه هون هو الفارق الأكبر بين الجهازين التصميم والديزاين أكيد ما رح يصنعوا لكم جهازين نفس الشكل تماما تماما رح يعملوا فارق بسيط حتى تحس فيه اختلافات بين الجهازين نبتدي مع جهاز هواوي Y7A جهاز جاي مصنوع كله من البلاستيك الغطاء الخلفي كشكل كله هاتو جهاز مصنوع من البلاستيك شكل الكاميرات من ورا بيشبه جهاز نوفا 7 يعطيك انطباع حلو من المسكة الأولى للجهاز يعطيك انه احساس انه هو جهاز من الإزاز لكنه كله مصنوع من البلاستيك الجهاز جاي بثلاث ألوان أسود وأخضر ولون ذهبي أيضا الجهاز جاي بوزن 206 غرام بينما جهاز الانر 10 اكس لايت جاي ايضا مصنوع من البلاستيك الغطاء خلفه من البلاستيك كله جهاز مصنوع من البلاستيك لكن في اختلاف بسيط انه الكاميرات جاي مو بشكل طولي لأربعة لأثلاث كاميرات بشكل طولي وكاميرا لمايكرو صغيرة مع اليمين وجمهم لفلاش التصميم حلو الجهاز حلو بلاستيك كلهم بلاستيك أيضا الغطاء الخلفين من البلاستيك وأيضا جاي بثلاث ألوان الجهاز جاي لون أسود لون أخضر ولون أيسلانديك فورست هذا جاي على يعني على السقيع المتجمد أو السقيع الايسلندي البارد يعني لونه حلو مرتب أيضا هذا اللون الأخير هو اختلاف هذا اللون بين الجهازين هذا بيجي لون الثالث ايسلانديك فورست هذاك بيجي لون دهبي فأنت شو بتحب تفضل لون ممكن اللون يختلف معك بالجهازين وتفضل لون عن لون أو تفضل شكل عن شكل بالنسبة للوزن أيضا 26 غرام الجهازين نفس الوزن تماما ومشان ما طويل المقارنة خلونا تلع الشاشات حاليا الشاشتين ما فيهم أي فرق تماما فما رح يذكر الشاشتين شاشة الهواوي باي 7A وشاشة الونر العشرة اكس لايت نفسها تماما بنفس الأبعاد نفس الشاشة نفس الحجم نفس الريزوليوشن نفس كل شي الشاشة جاي بحجم 6.67 انش مع 395 بي بي اي من نوع اي بي اس ايضا بدقة فل اتش دي بلاس و60 هرتز كهرتزية شاشة وما عليها أي طبقة حماية الشاشتين نفسهم تماما وحتى فتحة الكاميرا الموجودة من الدام نفسها تماما جاي بمتصف الشاشة من الأعلى في الجهازين نفس الشاشة تماما ما في اختلاف من ناحية الشاشة ننتيل على المعالج المعالجين أيضا نفس الأداء نفس النوع ونفس التردد نفس المعمارية جهازين جايين بمعالج كيرن 710A بمعمارية 14 نانو متر مع معالج رسومي مالي G51 هذا المعالج أضعف من أخو الأقدم منه اللي هو الكيرن 710F ومعماريته أعلى أيضا صرف الطاقة فيه أعلى لكن الجهازين هون جايين نفس المعالج إذا تسألني انت طيب بالبوب جي اي أحسن بالبوب جي بشأن رايحك اتنين هون نفس الأداء ليش لانه اتنين هون نفس المعالج وتنين هون نفس الرام ونفس الزاكرة نفس كل شي بالجهازين فما رح تفرق معك أبدا باللعبة البوب جي رح تلعب نفس الأداء هون ونفس الأداء هون فلا تختار بالموضوع البوب جي اختار اللي بدك ياه ننتهل للتخزين والرام الجهازين جايين بتخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام من نوع LPDDR4X لكن فيه فارق بسيط انه الواي 7A جاي ببعض الدول 64 جيجا مع 4 رام مو 128 فانتبه نتبه الموضوع الأونر 10X Lite جاي فقط 128 ما فيه نسخة 64 بينما الواي 7A فيه بعض الدول اللي جاي 64 ووجي 128 يعني فيه منه نسختين 128 و 64 بينما الأونر فيه نسخة واحدة 128 جيجا والرام نفسه بالجهازين 4 جيجا إن كان نسخة الـ 64 أو 128 الموجودة بالواي 7A أو نسخة الـ 128 الموجودة بالأونر 10X Lite اتنين هاتهم 4 جيجا رام لحدهم ما فيه اختلاف جزري يعني بالجهازين بس بالتصميم والديزاين وأنه زاكرة ممكن يجي 64 وممكن يجي 128 جاي يكون تتعب لنهاية المقارنة لكم شو الفرق بالضبط بين الجهازين خليك معنا للنهاية وخلونا ننتقل للبطاريات بطاريات جهازين أيضا نفس الشي ما فيهم اختلاف بطارية الجهازين جاي بحجم 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع 22.5 واط شاحن جدا ممتاز أداءه سريع كتير بشحن من الصفر للستة واربعين بالمئة بنصف ساعة فقط يعني تعبي تقريبا نصف الجهاز شحن بنصف ساعة أكيد الجهاز سيكون فيه شحن فوق العشرة لخمسة عشرة من تشحنه سيوصل 50-60 بالمئة بها نصف ساعة فالجهازين ممتازين أداءهم حلو بالشحن بطاريتهم كبيرة بتكفيك يومين استخدام عادي ويوم يوم ونصف حسب أداءك أنت وطبعا بالألعاب ما تكفيك يوم كامل بدأ أكيد إذا بتلعبك كتير على الجهاز يعني حسب أنت وألعابك وأداءك واستفتامك للجهاز بس البطارية نفس الحجم بجهازين 5000 ميلي أمبير وأيضا الشحن نفس السرعة 22.5 واط ما في أي فرق اتنين هم بيعبوا من الصفر للستة واربعين كمان بنصف ساعة ما في أي فرق بالنسبة ومنالكاميرات الجهازين جاهم بكاميرات 48 ميغا كاميرات أساسية الكاميرات السنوية 8 ميغا ألترا وايد الكاميرا ثالثة جاي بلدقة 22 ميغا للعزل والكاميرا الخيرة جاي 2 ميغا لمايكرو الشغلات الصغيرة والجهازين بصوروا 1038 8 فرم بالثانية لا بصوروا ضقة أعلى من هيك أشياء ما أحد يقول لك أنه الهواوي يصور 4K أو الهواوي يصور 4K لا، الجهازين كانوا يصوروا فل اتش دي فقط على 30 فريم بالثانية الكاميرات جيدين وما في اي اختلاف بين الجهازين بالنسبة للكاميرات الصورة تاخدها هون وهون نفس الدقة نفس الريزيليوشن نفس الكاميرا نفس فتحة العدسات ونفس كل شيء ما في اي اختلاف بين الجهازين بالنسبة للسيلفي أيضا الكاميرا 8 ميجا معفلة 6.0 الجهازين نفس الكاميرا 8 ميجا وهذه الجهازين حصلوا على أسوأ تقييم كاميرات سيلفي بالجهازين نحن بنهاية 2020 وكاميرا 8 ميجا جدا سيئ وخاصة بهذه الفئة السعرية انت بتحط شوية مصاري فوقه وتاخد كاميرات أحسن من هيك بكتير ومعالج أحسن من هيك بكتير بالنسبة للجهازين طبعا الجهازين في خيارات أنسب منهم بكتير اذا بتحب تتابع القناة في عمل مقارنات كاملة عن هدول الأجهزة مع أجهزة تانية حتى أفضل منها يعني بس حاليا مقارناتنا مع هدول الجهازين يعني نفينا نعتبر إنه واحد ما معه مصاري إنه خقدس بده ياخد هاد الجهاز أو هاد الجهاز ومحتار بيناتهم فنحن مقارناتنا لهدول الجهازين نعطيكم أي الأفضل بين هالجهازين بالنسبة لواجهات التشغيل جهاز الهواوي واي 7 جاي باندرويد 10 مع واجهة EMUI 10.1 لونرجاي اندرويد 10 مع Magic UI 3.1 نفس واجهة التشغيل يعني بس الاسم يختلف بس لما تستخدم الجهازين ما رح تحس بفرق بيناتهم بالنسبة للبصمات نياتهم جاين بصمات جانبية نفس الأداء أيضا نفس السرعة بالنسبة للبصمة استجابتها دقتها وسرعتها نفسها تماما بالجهازين والبصمة الجانبية أنا كتير بفضلها وبحسها سريعة أفضل بكتير من البصمات اللي بتجي بالشاشات بحسها أبطأ بشي بسيط عن البصمات الجانبية كونه طلعوا هي المميزات كلها ترتشبه بعضها بظل أكيد آخر الشي رح نذكر شو هو الشي المختلف بين هاد الجهاز وهاد الجهاز وشا ما أطول عليكم بالنسبة للمواصفات المتشابهة فإنين هم يدعموا بلوتوز إتنين هم يدعموا جي بي إيس إتنين هم يدعموا مدخل سماعات 3.5 وإتنين هم يدعموا خطين وكرت زاكرة معا هدوه الشغلات مشتركين بين الجهازين أيضا الجهازين يدعموا راديو لكن الأونر يدعم راديو بدون سماعات فأنت فيك تشغل الراديو بدون ما توصل سماعات ليش لأنه فيه آنتينات داخلية بقلب الجهاز بتقوي الشبكة حتى تقدر تشغل الراديو بدون ما توصل سماعات في حس تستخدم السماعات كسماعات وأيضا كآنتين فهذا الشي بيعطي الأونر شبكة أقوى أفضل خاصة بمناطق شبكتها ضعيفة فإنت زا أنت شبكتك ضعيفة أو المنطقة اللي قاعد فيها وشبكتها ضعيفة في ناس بتدايق من هالموضوع وبتروح الشبكة عندها وبتواجه مشاكل أكتر الشي بمصر بشوف أكتر الشي بيواجه هاي المشاكل فالأونر 10X Lite أنا أفضل لك يا لأنه فيه آنتينات داخلية بتقوي شبكة الجهاز بشكل عام وأيضا بتشغل الراديو بدون سماعات يعني فقدروني ذكرها لهي الميزة بالنسبة للناس اللي شبكتها ضعيفة فالأونر 10X Lite شبكته أقوى من هواوي Y7A Y7A ما لبطالة أو سيئة لكن الأونر 10X Lite بيعطيك أداء أفضل بالشبكات أيضا فيه ميزة أخيرة موجودة بالأونر 10X Lite بتميزه عن الهواوي Y7A إنه بيدعم NFC الهواوي Y7A ما بيدعم NFC ففيه ناس كتير بدول مثلا بتستخدم الـ NFC بالبيع بالشراء بهالشغلات هاي بتبدأ طبيقات الدفع بأي شي ممكن نستخدمه الـ NFC نحن عمنا بالبلد ما نستخدم الـ NFC يعني ما عمناها الاستخدام الكبير للـ NFC لكن في بعض الدول بيهم هذا الموضوع فالأونر 10X Lite جهاز بيدعم NFC وخيار جيد بسعاره الخيص بينما الهواوي Y7A ما بيدعم NFC ما بعرف ليش هواوي شالت هاي الميزة أو ما حطت NFC بيجي تخصصت الهواوي Y7A لدول مثلا عربية ضعيفة NFC فيها واستخدامها قليل والأونر عملته للناس اللي بتستخدم NFC حتى تقلل تكاليف وتزيد مرابحها بالهواوي يعني هذا كان الفرق بين الجهازين إنه الجهاز الأونر فيه أنتنات زيادة جهاز الأونر بيدعم NFC الهواوي Y7A ما بيدعم NFC جهاز الأونر بيجي ستاندر 128 جيجا ما في نسخة منه 64 جيجا والتصميم والاختلاف بيجي لونه Icelandic Force اللي هو السقيع الأيسلندي ما فيه لون دهبي بينما الهواوي Y7A فيه لون دهبي بس ما فيه هذا اللون Icelandic Force هنا حتى يعملوا شكل يعني مختلف عن الآخر فهيك بيحسسوك إنه فيه جهاز تاني مختلف عن الثاني وكل واحد له مميزاته وخصاصه طبعا فيه شغلة أخيرة لازم نضيفها على المرخارنة لكن ما نها مؤكدة عمله بعد ما شركة أونر انفصلت وانباعت لشركة تانية فرح تنشال عنها العقوبات كونها صارت تابعة غير شركة غير شركة هووي اللي عليها العقوبات من الحكومة الامريكية فحاليا شركة أونر عابي قول رح تنزل أجهزة عليها خدمات جوجل وفي احتمال كبير انه اجهزة اونر اللي ما عليها خدمات جوجل القديمة ينزل عليها خدمات جوجل يوصلها تحديثات وينزل عليها خدمات جوجل لكن تسألني تقولي يشتري وراح ينزل باللاق هذا الشي ما نو مؤكد لكن تسريب او خبر ومنتمنى هذا الشي صير انه اجهزة اونر القديمة يجيها تحديثات وتنزل عليها خدمات جوجل طبعا بالنسبة للعيوب للجهازين حاليا الجهازين ما بدعموا خدمات جوجل الجهازين ايضا مبدعا محساس جيروسكوب بالالعاب تستخدمه هذا الحساس غير موجود بالجهازين لا الانر ولا الهواي الواي 7A ايضا الجهازين ما بيدعا محساس IR او مستشعر IR اللي بتدر تحكم فيه بالتلفزيون بالمكيف في الاجهزة المنزلية اللي بتستخدم مستشعر IR وفيه عائب اخير اللي هو وزن الجهازين انا بالنسبة لي وزنه 2006 غرام بهذه الفئة السعرية وبهالحجم هذا وجهاز مصنوع من البلاستيك 206 غرام يعني لو كان مسلا مصنوع من البلاستيك وبطارية اكبر من 6700 ميليم بي ممكن نتحمل هذا الوزن نقول ايه وزنه لانه مصنوع المنزل لانه كذا خاماته افضل لانه جهاز في ازاز خلفي ازاز بس كله جهاز بلاستيك وبطارية صغيرة 206 غرام تقيلة على هيك جهاز يعني انا بالنسبة لي بشوفه تقيل فقط هذا هو العيب الاخير بالنسبة للجهازين هيك منكم وصول نهاية المقارنة بتمنى ما اكون طولت عليكم بالمقارنة بيتمنى منكم ايضا تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس تضغطوا على زر الاعجاب وايضا تتابعوا حسابي على انستغرام اذا عندكم اي استفسار او سؤال او مقارنة هنيك بقدر رد اسرع ودمتوا السالمين